اشتركوا في القناة المؤمنين عليها الحد لأنه الجرم كيف يثبت بطريقين إما بالشهود البينة حسب الموازين الشرعية وإما بالإقرار إما مرة أو مرتين أو أربع مرات حسب اختلاف الموارد فهذا أقر بالسرقة فأمر أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بإجراء الحد عليه فلما أجري عليه الأحد أخذ أصابعه وخرج وهو يمدح أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يمدحه واحد شافه قال له هذا الآن أجرى عليك الحد إشلون تمدحه قال أجرى علي الحد تنفيذا لحكم الله سبحانه وتعالى ولسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحيح أنه الآن متضرر لكن متضرر بحق لا بباطل ليش لأمدحه وقد أجرى حكم الله سبحانه وتعالى عليه وللحديث ستمه إحنا الآن مو في صدد ذلك في المقابل واحد كان من أنصار أمير المؤمنين يدعى بالنجاشي شخصية وفي صفين أبلى بلاء حسنا وإلى أشعار في مدح أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هذا في يوم من شهر رمضان ظهرا شرب الخامر وأكل جديا مشويا ويصديق إلى واحد صديق إلى أغره فلما سكر بدأ بالعربدة فتم القبض عليهم وجئ بهما إلى أمير المؤمنين في نهار شهر رمضان مفطر شارب للخامر فأمير المؤمنين أمر بإجراء الحد عليه حد شرب الخامر ثمانين جلده فضرب مئة جلده اعترض قال حد شرب الخامر ثمانين لماذا ضربته مئة جلده الإمام قال له الزيادة لانتهاكك حرمة شهر رمضان هذا زعل 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 فترك أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام والتحق بمعاوية زيان هو ليش ترك أمير المؤمنين ليش التحق بمعاوية هل لجور أصابه لظلم أصابه لا وإنما لأن أمير المؤمنين عليا أجرى عليه حكم الله وحكم الرسول وحكم الشارع تعامل معه بعادل هذا ما صرف لهذا العدل ما أحب هذا العدل لأنه أريق ماء وجهه وأنت اللي تريد ينحفظ ما يوجهك أمام الناس ليش تعص الله سبحانه وتعالى وافرض في الدنيا ما أحد ما افتهم وفي الآخرة أمام الأشهاد كل الناس من الأولين والآخرين هناك الفضيحة التامة الكبرى إذا أنت تريد تحفظ كرامتك حفظوا الكرامة بإطاعة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته اللي يعص الله سبحانه وتعالى لازم لا يتوقع أن تحفظ كرامته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة